ايه مدى خطورة انك تروح للجيم دلوقتي و ايه للمفروض تاخد بالك منه السلام عليكم الجيم فتح يلا بينا كلنا على الجيم خلي بالك فيه خطورة عالية جدا و من وجبي و منخوفي عليكم قلت لازم اعمل الفيديو ده على السخان خلي بالنا بقى من كام نقطة اللي انا هتكلم عليهم دلوقتي مع التمرين الواحد نفسه بيعلى و ضربات القلب بتزيد و ده بيساعد على ان تشار الرزاز بسرعة حتى مع وجود التباعد الاجتماعي اثنين عقم بقى كل جهاز قبل ما تستخدمه وبعد ما تستخدمه و كل الدمبلز و كل البراط و كل حتة انت بتروحها و هتقعد بقى تستنى دورك على كل جهاز عبل ما تعمل كل الحاجات دي للي قبلك و اللي بعدك برضه هيستنى نفس الخطوات هتعملها ازاي دي تلاتة بنعم على اخر بحث قالك ان الرزاز بيموجود في الهواء لمدة 3 ساعات و كلنا متفقين كل ما زادت عدد الناس كل ما زادت خطورة الرزاز اللي موجود ده اربعة بالنسبة للوقرز و حجر تغيير الملابس هتتعقم ازاي كل شوية خمسة و دي اهم نقطة و ركز معايا جدا في النقطة دي هتقولي انا هلبس كمامة وعمل تباعد اجتماعي جميل اكيد كلنا جربنا لبس كمامة الفترة اللي فاتت و عارفين ان هي قد ايه بتبقى مش مريحة و كلام من ده كلنا عارفين ان لبس كمامة بيقلل من تدفق الهواء اللي داخل الرئتين وبالتالي كمية اكسوجين اقل في الدم و العضلات و ده هيخلي التمرين بتاعك اضعف و اصعب و طبعا بقى مع التمرين بقى ايه وتدخل سخنة بقى وبتاع هتبتدي تعرق مع العرق بقى بيخلي كمامة طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا يعني و ده بسهولة جدا هخليك تحط ايدك على وشك و على مناخيرك و الدنيا هتبقى صعب قوي و ما ننساش ان العرق اصلا بيساعد على تكاثر الجرسيم و كمان بناء على تعليمات الWHO قالتلك لا يجب ارتداء الكمامة اثناء ممارسة التمرين الرياضية لصعوبة التنفس خلينا ما ننساش حاجة مهمة جدا ان مع التمرين الرياضية الجسم بيفرز اللاكتيك اسد و ده اللي بيخليك توقف التمرين و الدور اللي انت بتلعبه و مش قادر تلعب عدة تانية اللي احنا بنسميه في التمرين بتاعتنا اللي هو مرحلة الفيلير او الفشل بعد كده الاكتيك اسد ده بيتحول الى كربون دايوكسايد او اللي هو سيني اكسيد الكربون و ده بيطلع في الزفير طب ايه اللي هيحصل لو سيني اكسيد الكربون ده اتحبس وتحوش في الكمامة و انت بتلعب هتشد سيني اكسيد الكربون اكتر وهيقلل من القدرة على التركيز والتنفس الطبيعي و حابب اكد على معلومة مهمة جدا ان في الصين و محور الخفافيش والحاجات اللي قرفونا بيها دي فيه تلت طلاب في المدارس اتوفوا اثناء تأدية التمرين الرياضية و كانوا لابسين كمامة زي ما احنا شايفين كده الموضوع على الحقيقة صعب قوي يعني طب ايه الحل؟ اللي بيعرف يتمرن في البيت اتمرن في البيت ما عندكش حاجة اشتري كام دمبل على كام بار حيث ان انت تشغل عضلات بتاعتك وتتمرن على قد ما تقدر النوادي و كده خلص مفيش مشكلة طالما فيه تباعد اجتماعي و تقدر تجري او تعمل كارديا او اي تمرين رياضية في الهواء ده طبعا ينصح به احسن من الزيب الاماكن المغلقة و طبعا ما تنساش ان انت يعني في الحالات الزي دي التمرين الرياضية بلاش لبسك مامة يعني و خلي بالكو اهم حاجة في الموضوع كله ان انت تخلي بالك على نفسك و على صحتك و على اهلك و على كل الناس طبعا اللي انت بتحبهم stay safe في الاخر واللي عنده اي سؤال او اي استفسار ياريت يكتبلي في كومنتات تحت والسلام عليكم